بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال المجيد تم بإقليم قلميم تدشين وإعطاء انطلاقة أشغال عدد من المشاريع التنموية وفي هذا الإطار أعطى والي جهة قلميم وادنون عاملوا إقليم قلميم انطلاقة أشغال مشروع بناء نقطة للقراءة في إطار عقد برنامج التنمية المندمجة لجهة قلميم وادنون كما تم الإشراف بالمناسبة على توزيع معدات وآليات محاربة الحرائق بالواحات وإعطاء انطلاقة التحسيس وتنقية الواحات وبجماعة فاسك تم الاطلاع على مشروع التطهير السائل كما تم تدشين مشروع بناء الطريق الرابطة بين تيدالت وعوينت لهنا كما أعطيت الانطلاقة لعدة مشاريع أخرى تهم الجماعات التابعة للإقليم وتتعلق بتحسين جودة عيش الساكنة